اشتركوا في القناة المفروض الكنز اللي موجود عندنا ده خارج القاهرة اقول خارج القاهرة واقصد الهمة الاقليم احنا كلنا طبعا بلد واحدة وما فيش حاجة يسمعها ده من الفيوم وده من الصعيد وده من البحر وده لا احنا كلنا بلد واحدة انما الحياة الجغرافية اللي احنا عايشين فيها هي اللي بتخلي الانسان نبقى ده بعيد عن ده شوية ده بعيد عن شوية انما في الاخر بنتقابل عندنا مواهب في كورة القدم مش مواهب في كورة القدم بس على فكرة لا احنا عندنا مواهب في حاجات كتير في العاب كتيرة جدا في السواق في العلم او في السياسة او في كل ما يخطر على بالك بس الناس دي المواهب دي محتاجة ان احنا نروح لها عشان نشوفها وندور عليها ونبحث عنها علشان تقدر نوصلها او نوصلها او نقدر زي ما اقولي بتاع الدهب لما بيجيلوا قطعة دهب قديمة بياخدها يلمحها ويحطها بالفترينة تبصت لا شكلها بيضغير او ده اللي احنا بندور عليه بنقولي الكلام ده ليه لان المواهب مش في الاندية بس مش في الاهل والزمانك لا ولا في الاسماعيلي المواهب في كل اقتار مصر وكلها مش زي ما بيقولك في القاهرة بس انت لو بتعمل في الاندية بتعمل اختبارات بيجي بالعشرة وخمساشر الف في اليوم خارفين يعني ايه في اليوم اه في اليوم تصور بقى اللوجوم كمان بتوع الاقليم هتشوف مين اللي هتعمل ايه عشان كده يمكن الوزارة الشباب بالرياضة تمثلها في الدكتور اشهر صبحي عملت مشروع اللي هو اكتشاف المواهب بدأت روح المحافظات بدأ يطلع لعيبة كتيرة جدا ولعيبة لا تقل مواهبة عن صلاح وعن درزيجي وعن مرموش وعن النني وعن كل اللعيبة اللي كانوا محترفين والعيبة هتبقى ان شاء الرحمن كويسة قوي المواهب دي كلها يعني بمعنى اصح ما حاجش بنروح لها اللي بدأ الوقت بقوله وزارة الشباب بدأت تروح بس برضو عاوزين يتوسع عاوزين يتوسع لان احنا شفنا مواهب كتيرة طلعت من لا شيء وخدمت منتخبات مصر في مش فكورة القدم بس ازاي ما بقولوكم لا ده في كل الالعاب عشان كده لازم اللي رايح ويدور والعين يبحث باخلاص علشان نصل الى من يستحق الحصول على فرصة في دنيانا اللي احنا دنيا كورة القدم زي ما بقولوكم هي مواهب كتيرة جدا والمواهب الكتيرة جدا دي موجودة وفي يعني الاختبارات اللي بتحصل دي على مستوى الاندية كلها انا انا واحد من الناس مش مختنع بيها لان ببقى في لعيبة غير عادية بس برضو معزورين في لعبة غير عادية والاعداد يعني لما تدي لكل واحد خمس دقايق فعشر عشر تلاف ولد لما بلوكم عشر تلاف ناشئ صغية الولد ببقى جاي عنده الرهبة بتاعته خايف ان ما قبلش ومش ما قبلش ما ببقى خايف ما قدرش يتصرف فانا بقولك احنا لما نروح للناس دي تتعامل اختبارات عهندهم في كل قرية وفي كل محافظة او بلاش في كل قرية عشان تقولش لا ده كتير كل محافظة يجمع كل القرى اللي عندها وتعامل دورات او دورة ولازم يبقى اتحاد القرى لازم يشتغل لان دي شغلته هو بالشغلت نحن ومزارة الشابرة ده كهتر خيرها لانها عملت المشروع ده طب الولاد دول بعد كده هيروحوا فين الولاد دول اللي هم بنكتشفهم دول في المحافظات هيروحوا فين ان الاهل وزيبالك اللي بيغدوه وبيت الاندية تاني هم بتاخدش حاجة فاحنا بالنسبة لنا لازم بقى فيه نظام لازم بقى فيه اتصال بين اتحاد القرى وبين المحافظات وبين الاندية لأ عشان مبقاش عندنا نقص لا في الباكليفت ولا في الراس حربة ولا احنا مصر كلنا مبقاش حربة واحد غير مصطفى محمد زي ما قلتلكم وهفضل اقولها هتقول لي ايوه ما ده ما ده اداء ده ايه اللي تحيله ده ايه اللي تحيله ما ندور على في العالم كله عشان النادي الاهل مثلا او اي نادي تاني يشتري راس حربة مش تأيين الله طب الكلام ده كان عندنا اربعة وخمسة وصولة الخطيب طلع منين محمد صلاح طلع منين حسن الشحات هطلع طبعا ما احترامي للالقاب كل النجوم دي طلعت منين ما طلعت من مصر من هنا دكتور احمد زويل طلع منين الباس طلع منين العلماء الانيس منصور وكل الناس الكتاب اللي على مستوى العالم اللي هما كسروا الدنيا طلعوا منين نجيب محفوظ طلع منين ما طلع من القرى ام كلسوم طلعت منين عبدالحليم طلع منين ما احنا جماعة احنا احنا مقصرين في حق نفسنا احنا مقصرين في حق نفسنا الناس بقى لازم فيه اتصال بين اتحاد الكورة بين الاندية وبين المحافظات مش فيه منطقة كورة في كل محافظة بيعملوا ايه الناس بتروح طلع بقى كل اول شهر وخلاص فيه القاهرة وفيه الجيزة وفيه مش عارف المنصورة وفيه هنا وهنا 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 انما الناتج بتاعها في النهاية ايه زلك المشروع بتاع المواهب اللي اتعامل ده اتمنى ان يكمل ويكمل بصورة كويسة زي ما كانت عمل قبل كده مدرسة المواهبين ليه طلع منها الخطيب وفاروق جعفر ومصطفي يونس وإكرامي والخواجة وغنم السلطان ومجد كامل مش ديه اللي عيب الكرة طلقت منين مش في الكرة بس لا ده كان فيه في الالعاب الاخرى كان فيه السلة وفيه الطيرة وفيه الهندبول فيه كل حاجة طب ليه ليه احنا ماكملناش ليه ما بنكملش المشوار لاخره لازم عندنا تصميم وقراضة شوفوا المسؤون عن مصر شوفوا السيادة راسها ما بيصمم على حاجة بلازم يعملها ويقول لك يقوله يا فاندي بني هتاخدها سنة يقوله لا مش نفعش السنة ورغب ان فيه بعض الناس بتفتت يقولك ايه طب لازمتها ايه يعملها في شهرين او طلق انت مالك انت مالك عشان كده انا بقول لكم الناس المسؤولة لانتب عندها غيرة شوية لبلدها لازم عندها غيرة عارفين يعني ايه غيرة لازم ندور احنا مية وعشرين مليون مش عارفين نطلع منها راس حربة واحدة او باكلفت ايه يا جماعة ده انا كنت بتكلم محموق كده انا حزين والله العظيم ثلاثة لان فيه ما تقولهش لا فيه وبدليل اللعيبة فيه لعيبة كتيرة جدا طلت في كل الالعاب وجات من الاقاليم يعني ما جاتش من الفضاء الخارجي لا ده جات من مصر الناس اللي بتبحث رجعوا تاني يا التحاد كورة ويا اندية رجعوا تاني الكشفين الكشفين اللي بيبقى ماشي رايح مثلا لمركز شباب وماشي بيشوف بولاد بتلعب في الشارع يقوله تعايا حبيبي ده ما كان بيحصل زمان وليه ليه ليه من حققش نجاحات كبيرة الاندية في المحافظات بقول لكم كنز والله العظيم كنز وليه اللعيبة اللي بتكتشف من هناك بالصدفة فاحنا بالنسبة لنا اللي علينا انا بقول العلية انما انا مش منافذ قال لي لو منافذ مش هخلي الناس دي تنام لما لقي منتخب مصر وجادة قادره بيلعب تصفيات افريقيا وكاس العالم وكل الكلام دا كله حتى المنتخب الاولمبي ما عندناش راس حربة صريح يقولك لا اصل ما فيش حد بيلعب راس حربة صريح انا ماليش جاعة اللي يلعب ولعبش احنا لازم بقى عندك ستوك من اللعبين في كل مركز اتنين تلاتة ادي فرصة للمدير الفني عشان يقدر يختار انما العشوائية اللي احنا عايشين فيها ان كل واحد يقولك ايه ها تشتري فلان وهات فلان وهات فلان واحد يقولك ايه ما انتو شفتو التحاد سكندريع عنده راس حربة خطير انتو شفتو بش عارف جونة عنده راس حربة خطير لازم النادي الاهلي او الزمال الكشترية ما ينفعش لان ممكن ما يقدرش يتقلم مع الاندية وعندنا امثال كتيرة عشان كده انا بقولكم لازم نبدأ يا جماعة نبدأ صفحة جديدة نبدأ صفحة جديدة الاندية الشعبية اللي موجودة في مصر يمكن دلوقتي كمان بقى الاوضاع المالية فيها باقت سيئة باقت سيئة وانا بقول للمسئولين على رسوم الوزيد اشرف صبحي واتحاده الكورة لازم تشوفوا حل اه حلو انك تعمله شركات انما الاندية اللي هي الجماهيرية هنعمل فيها ايه؟ دي دي اللي بيطلع منها المواهب دي اللي بيطلع منها المواهب الشركات بتشتري جاهز يبقى منطقة مصر مش هتلاقي فيه لعيبة عشان كده لازم ننقذ ننقذ الاندية الشعبية لان الاندية الشعبية هي منبع المواهب في بلدنا وما فيش كرة من غير جماهير ما فيش كرة من غير جماهير لان الجمهور ده هو ده اللاعب رقم واحد اللي بيدي للعيبة احاق انك انت لازم تتحرك ولازم تجري ولازم تعمل ولازم عشان نديك عشان كده النهاردة معايا ضيف مهم جدا وموهبة كبيرة ظهرت عليه في الاقاليم مش في مصر هنا وفرض نفسه على كرة القدم في مصر وبقولك مش هو بس لا ده اللجوم كتيرة وموجودة بتحتاج للظهور والحصول على فرصة علشان كده انا بتكلم وبقول عاوزين لعيبة لعيبة كويسة لعيبة مش مصنوعة اه مصنوعة يبقى واحد ولا اتنين انما احنا في زمننا كان في مليون لعيب في كل حتة واللي كان بيقعد احتياطي كان بيقلس ايديه وشي وظهر انه يقعد احتياطي لعشان يلعب كمان تبقى حاجة جميلة يعني فبقول لكم بجد والله العظيم انا بقولي الكلام ده من كل قلبي احنا عاوزين نهتم باندية الاقاليم لان ده دهب عارفين يعني ايه والله العظيم ده كنزي دهب كبير جدا زي ما قلتلكم زي الجواهرجة لما بيجيب حتة معدن صغيرة دهب او اي قفضة وبتبقى عليها تراب بيبدأ يلمحها كده بص بترجع تاني وبتباع بسعر اعلى من كانت فيه اشتركوا في القناة